المفاسد المترتبة على التعاون مع أهل البدع طيب أنا بأنقول من كلام العلماء نشوف كلام الإمام الشوكاني رحمه الله وأنا قبل نسيت أنقول كلام الشوكاني في مسألة حتى يخوض في حديث غيره ودي ذات مناسبة سمحا ننقولها قال وفي هذه الآية موعظة عظيمة دي نضيف قبل لكلام الإمام القرطبي وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة مبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى هوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم وذلك يسير عليه غير يسير أقل الأحوال قال ما تجلس معه قال وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر يعني غير إنك تسمع المنكر دي مفسدة كذلك الناس اغتروا بيك دي مفسدة وده برضو ذكر العثيمين وده فيها رد على الولد داك الجاب قال ابن القيم قال إذا ما حصلت مفسدة عظم ها دي مفسدة عظم قالوا لك العلماء بتسمع كلام العلماء ولا يتلبس غيما المصالح والمفاسد يا أميني حزبي ما تعمل ذات حزبي هل مهم؟ قال وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة دك الأمام الشوكاني ما لا يأتي عليه الحصر وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا ومن عرف هذه الشريعة المطهرة ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات كلام أوضح من الشمس في رابعة النهر قال فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين إلى آخر كلامه دي مسألة طيب برضو من المفاسد ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في المجلد 15 من الفتاوى الصفحة 286 ده كلام أهل العلم تجد قطع ساكت أدي جماعات تقدروا تمشوا منها وين يا حزبيين 286 قال ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة كما روي ذلك عن الحسن البصري وغيره لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته بل فيها مصالح فيها مصالح هجروا فيه مصالح ارفتك؟ قال ولو لم يذم ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة زي ما بيجيبوا الجماعة ديل أنصار الصنة يجيبوا يثنوا على الأنصار ويجيبوا الصوفية يكرموه ويمشوا يأكلوا معاهم إلى آخر قال قال لاغتر به الناس ودي برضو فايدة ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه دي مفسد رغم اثنين في ناس يقوموا يعملوا البدعة حقته ذاته ويزداد أيضا هو جرأة وفجورا ومعاصي يعني المفسد التالت هو ذاته شنو؟ هو ذاته بيزداد في الفجور وفي المعاصي لأنه بيحسب أنه الهو عليه خير ارفتها؟ وده خلاف فعل السلف رحمه الله برضو من المفاسد الكلام الذكر الشيخ الفوزان في الأجوبة المفيدة صفحة رقم خمسة وخمسين ده كلام علمان وده الكلام نقل الشيخ جمال بن فريحان الحارثي في كتاب الأجوبة المفيدة وقروا عليه الشيخ الفوزان طيب هنا قال مما يدل على مفسدة الثناء على أهل البدع قال روى هذه الحادثة الإمام الذهبي وغيره قال قال أبو الوليد الباجي في كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه عند ذكر القاضي أبي بكر الباقلاني لقد أخبرني أبو ذر الهروي وكان يميل إلى مذهبه الأشعري فسألته من أين لك هذا يعني من أين جبت المذهب الأشعري قال كنت ماشيا مع أبي الحسن الدار قطني فلقينا القاضي أبو بكر ابن الطيب الأشعري فالتزمه الدار قطني وقبل وجهه وبين عينيه أو قبل وجهه عينيه فلما افترقا قلت يعني للدار قطني من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك فقال هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين القاضي أبو بكر ابن الطيب فمن ذلك الوقت تكررت إليه فاقتديت بمذهبه ذكرها الذهب في تذكرة الحفاظ والسير ثم علق عليها الشيخ جمال وطبعا قلنا قبل أنه الشيخ الفوزان قرأ هذه التعليقات قال في هذه القصة ترى أن الدار قطني لما فعل هذا بالباقلان الأشعري وأثنى عليه بأنه إمام المسلمين إلى آخر اغتر بذلك من رأاه واعتنق مذهب الأشاعرة بسببه وهكذا كل من أثنى على أهل البدع والأهواء فإنه سيوقع خلقا كثيرا في مذهبهم خاصة إذا كان ممن يرى فيه الصلاة أنصار صنع ماشو قاعد مع الصوفية والأخوان المسلمين من أجل محاربة الشيعة وماشو لابتع الكباش الشيخ قال بيقول للشيكون فيكون اغتر بيهو ناس كتر جاء أسوأ من كده جاء من شيوخ أنصار الصنة يعني الهواري وفشل في مناظرته للمبتدع الصوفي وصار هذا فتنة لكثير من الناس كثير من الناس ركبت فيهم شبه وشبه بتاعة الصوفي لزيرك ده شبه في الاعتقاد لو أقمت على الإنسان الحجة وقطعت شبهته وأصر على ذلك قد يكفر ماش يبقى مبتدع لما تورط وليس لديه علم ورط معه كثير من خلق الله سبحانه وتعالى طيب من المفاسب من المفاسب اللمسنا بيديننا من المفاسب اللمسنا بيديننا بسبب مخالطة أهل البدع إنه كثير من شباب الحزبيين ضاعوا ومنهم منصار تكفيريا بل هو وزوجته ونحن بنعرف وحدين زمان وقد كنا معاهم في أنصار الصنة ربنا قبل ما يمون علينا بأن نترك هذه الجماعة الحزبية زمان كان الزلد بيعلمنا ويدربنا في الأركان ويرد على الأخوان المسلمين ويرد على العلمانين وغيرهم مشى يتزوج له وحده وعند الفكر السروري الخارجي ورطته في نفس هذا الفكر الباطل الضالي وكثير من شبابهم اتورط ودخل مع هؤلاء واحد اسمه مين شجرة كان بيقر في جامعة الخرطوم مدنية برضو بيقر نصور مع سلمان العودة وعبد الحي يوسف هدى كان مسؤول في تنظيم أنصار السنة الإصلاح في الجامعة ونحن بنعرفه طيب اتنين ورطهم إنهم يدافعوا عن سيد قطب زي ما دافع نائب رئيس أنصار السنة محمد الأمين إسماعيل دافع عن كتابه الضلال الذي يعني لما قرئ من كتابه لبعض أهل العلم يعني ذكر إنه يجب تمزيق هذا الكتاب لأنه فيه سب الأنبياء وطعني فيهم وكذلك بيقر يدافع عن المجرمين والسرورية زي محمد حسين يعقوب ومحمد حسان اللي هو خارج به وسراته ذاته قال خرجت أنا وأمي فلان مراته ذاته برق معه كلام ذاته عجيب عرفت واجاب ياسر برهامي وجاب غيره من التكفيرين والمبتدع وده كمان المجالسة لأهل البدع خلت الناس ديلي يتنازلوا حتى من أمور يعني كان هي ثوابت أو بيدعو إن عندهم ثوابت يعني هل تتخيل إنه نائب رئيس جماعة انصار السنة المحمدية جابه في القناة الحزبية حق الطيبة وهي ابتعد كيزان طلعت عرفتها بيقوم يقول تجوز المسلسلات إذا حذفوا منها المشاهد الشينا ما أقول يا ناس دي جماعتكم بسبب مشيكم معه للبدع والضلال اتأثرت بيهم تفت بإنه تجوز مشاهدة المسلسلات يا ناس ما تتقوا الله ما بتخجل عليك الله والله ده كلام ذاته في غاية السفة من هؤلاء الحزبين ترجمة نانسي قنقر